في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس السيسي قامت وزارة الداخلية بدعوة براعم وشباب حي الأسمرات لممارسة جميع الأنشطة الرياضية والاستمتاع بقضاء يوم رياضي وترفيهي وتم اصطحاب براعم شباب حي الأسمرات إلى اتحاد الشرطة الرياضي وتوزيع الملابس الرياضية عليهم وذلك لممارسة جميع الألعاب الرياضية داخل الاتحاد نجحت الدولة في إنشاء مجتمعات حضارية جديدة كبدائل للمناطق التي شكلت على مدار سنوات طويلة خطورة على قاطنها حي الأسمرات واحد من تلك البدائل التي احتضنت أعدادا كبيرة منهم وغيرت مجرى حياتهم إلى الأفضل في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توفير حياة كريمة لهم دعوة جديدة قدمتها وزارة الداخلية لبراعم وشباب حي الأسمرات لممارسة جميع الأنشطة الرياضية والاستمتاع بقضاء يوم رياضي وترفيهي حيث تم اصطحابهم إلى اتحاد الشرطة الرياضي وتوزيع الملابس الرياضية عليهم في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية مليون تحية لللي قال حق الحياة دنيا جديدة لللي عاوزت ونجاة يا مصري وفيت بوعدك بالإنسان يا فتحت باب علمني معنى الحياة مليون تحية لللي قال حق الحياة دنيا جديدة لللي عاوزت ونجاة يا مصري وفيت بوعدك بالإنسان يا فتحت باب علمني معنى الحياة نهاردة ما كناش نتخيل ان احنا ممكن نيجي هنا نادي الشرطة جميل جدا وفيه حاجات حلوة جدا مصري وصدت الرئيس عبداء عوديت اللي جمعنا كنا مع بعضينا وخلنا نجا شوف الناس تحاد الشرطة واتحاد الشرطة خرمنا وشرفنا تشريح حلو وكان يوم نهار كان جميل ربما لم يكن يتخيل هؤلاء البراعم والشباب أن يتم دعوتهم لقضاء يوم كهذا ولكنه الحرص من وزارة الداخلية على التواصل الاجتماعي معهم والتقارب مع كافة الفئات بخاصة قاتنوا بداء للعشوائيات فكانت فرحتهم كبيرة بالتغيير الذي حدث في حياتهم إلى الأفضل أول مرة في حياتي أجي نادي الشرطة هنا وفرحهم بصراحة أنا موجود لو نادي الشرطة والمدينة الأصمرات عامة يعني بديتني حاجة أنا مكنتش في المدينة الأولانية المنشاة أنا مكنتش ليها هناك ما كانش في نوادي ما كانش فيه قصور ثقافة هنا في الأصمرات فيه قصور ثقافة بنطلع فيها مواهبنا في النادي بنمرس الرياضة اللي احنا بنحبها شكرا للينا دا وده فرصة للحياة حق الإنسان يا حلم حقا وبنا ورأى العالم كله بكدة حقيقي مصر تقدر تبني إنسان من جديد وتكون معا تبني إنسان من جديد وتكون معا بحبوكوا قوي قوي وشكرا جدا لليوم الجميل اللي قضيتوا في اتحاد الشرطة هنعرف لكم يعني إيه إنسان جديد وبلدنا تعالوا بالإرادة الخريزي عرفتنا إزاي هنبني مصر الجديد الله معاك كمل ويالله إحنا وراء كنش متخيلة إن اليوم هيبقى جميل كده بجد بشكركم وبشكر الريس وبشكر وزارة الداخلية وبحبك يا رايس فرحانة جدا أنا نجيت قضيت اليوم ده وموجودة قصة الزابطات والزباط وفرحانة جدا وبشكر الريس لاهتمامه بينا وهيرين لحياتنا الحقيقة أجمل وبشكره جدا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر ويوضح حرصها على دعم ومساندة كافة الفئات المجتمعية بخاصة قاتل المجتمعات الحضارية الجديدة التي حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على إنشائها منذ اللحظة الأولى لتوليه المسئولية لتوفير حياة كريمة لقاتني هذه المناطق بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على حياتنا الجديدة بشكر جدا أنا جيت نادي الشرطة وبشكر تيادة الرئيس جدا أنه هو على الدعوة الجميلة دي شكرا رئيس على كل حاجة أنت عملتان احتفالية كبيرة رياضية وترفيهية أقامتها وزارة الداخلية لمجموعة من شباب وبراعم حي الأصمرات وهو ما يعكس الدور الإنساني والاجتماعي الذي تليه وزارة الداخلية أهمية كبيرة لتحقيق التواصل والتقارب مع كافة فئات المجتمع عبدالبركات التلفزيون المصري